يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان يا حامل القرآن قد خصك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدلين عليهن من جلاب يدهن ذلك أبنا أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا وحيما لإلا أنت المنافقون والذين في قلوبهم مرضوا والمرجفون في المدينة والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يتابرونك فيها بنا قليلا ما العونين أنما تقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا إن الله لعب الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يعدون وليا ولا نصيرا يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلهم السبيلا ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعما كبيرا يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبروا أهم الله مما قالوا وكان عند الله وجيها يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملنها فأبينا أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظل من جهولا يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان قد خطك الرحمن يا اشفار اناشو يا حال شكرا